العقار الحضري بات محل انتقاد مراقبين في وقت تصافه الحكومة إلى تنظيم الأنثل للعقار الاقتصادية سيما من ناحيته القانونية الحديث عن تلبية العقار الحضري للحاجية المطلوبة على المدى المتوسط يبدو أنه بعيد جدا في ظل المعطية الموجودة العقار الحضري في الجزائر لا يزال يتميز بالتعقد والتشعب بحيث يتطلب منا بزل المزيد من الجهد بغير تزليل الصعوبات وتخفيف الإجراءات الإدارية المتبطة بتطبيق السياسات العقارية في الجزائر برغم من أنه تم إصدار عدة قوانين تنظيمه وتسيره لأن عوامل الاستهلاك واختلفت باختلاف الآلية المنتهجة القضاء على العشوائية في تسير مشاريع العقار الحضري باعتماد سراتيجية مدروسة إلى جانب تحديد المسؤوليات المتعلقة بهذا الملف من أهم المقترحات أصبح هناك استنزاف غير مراقب للأوعية العقارية يجب أن نتخلى عن الاستعجالية في ملف العقار الحضر ويجب تحديد مسؤوليات الوكالة الوطنية لاتهيئة العقارية لتتماشى مع سياسة الحكومة الجديدة وتحقيقها للأهداف المرجوة ومن هنا نرى أن توجيهات سيد رئيس الجمهورية إلى الحكومة من أجل التكفل بهذا الملف وتحسينه بموجب قوانين خاصة من أجل عدم استنزاف لهذه الأراضي ومن أجل المحافظة على التنمية المستدامة وما يحتاجه الساكنة إيجاد حلول ملف العقار الحضري باعتماد آليات دقيقة من بين التحديات المهمة التي تواجه الحكومة في وقت خطى العقار الصناعي خطوات كبيرة نحو الأمام بالموازات مع تشجيع الاستثمار في هذا المجل